أعاد شهر رمضان إحياء الحرم الإبراهيمي الشريف وأسواق البلدة القديمة بعد غياب لأيام بسبب استمرار العدوان على غزة وشهدت الأيام الأولى لشهر رمضان توافد المئات من المواطنين صوب الحرم وأسواق البلدة رغم مضايقات الاحتلال والمستوطنين أعاد شهر رمضان المبارك إحياء الحرم الإبراهيمي الشريف وسوق البلدة القديمة في الخليل بعد أيام طويلة كانت فيها المحلات مغلقة والشوارع فارغة بفعل ممارسات الاحتلال والمستوطنين في المكان ومع بداية شهر الخير بدأ الناس بالتوافد للحرم الإبراهيمي والبلد القديمة الحمد لله في رمضان صار إقبال على الحرم وعلى الأسوء كويس وقبل رمضان كان مع الأحداث كان الناس خايفين من يجوش عونه والحرم مفتوح دائما فالحمد لله إن شاء الله دائما بظلوا هيكة الناس وظل عندنا دائما الناس رعجية على الحرم سوق البلد القديمة يتميز خلال أشاري رمضان برونق خاص حيث يتوافد إليه السكان من كل مكان فيما تعود المحلات المغلقة للعمل ويملع التجار محلاتهم بالبضاعة وتعرض السلع والمنتجات اليدوية والعصائر والتحف والهدايا التراثية في رمضان بختلف عن الأشهر الثاني حتى السنة يعني عشان الحرب اللي كانت على غزة موجودة كان الوضع سفر يعني من مرة يعني مية لدرجة كبيرة لكن الحمد لله في رمضان الحمد لله عادت الأجواء إن شاء الله للأحسن وللأفضل وإذن الله بتضل يا رب وبتستمر لكن الحمد لله رب العالمين يعني بس ما بتستمر إلا بعد رمضان بفترة طويلة يعني تلاقي ب27 رمضان بعد ليلة القدر بتلاقيها بتخف وبترجعها زي ما كانت قبل شهر رمضان عانى الحرم الإبراهيمي من إجراءات احتلالية كبيرة فيما أغلقت البلد القديمة بشكل كامل لكن شهر الخير أعاد الحياة إليها من جديد وأعاد المصلين لأروقة الحرم بأعداد كبيرة أعاد شهر رمضان إحياء البلد القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف ألا هل يتوفدون هنا بأعداد كبيرة بعد أيام طويلة من إغلاق المحلات وإجراءات الاحتلال للحد من الوصول للصلاة في المسجد من البلد القديمة في محافظة الخليل محمد العدام رؤيا